أمي أترى بسفتي جداً أترى على أولاد أولادي ما عندنا حتى حاجة أولاد أولادي كان يدروا رياضي حتى السمي جاء كانت عنا قوليك اللي يبهدروا هنا لما ينصل دسوان المشروع اللي يبهدروا دسوان كامل تشوف هذ المشاريع رغم الكليا مكاش لا يزال سكان حيالي صادق واحد ببرج الكيفان يشتكون من الوضعية الكارثية للحي والتي لم تستفيد من عملية التهيئة منذ سنوات رغم الشكاوى المتكررة لمختلف المسؤولين المحليين شبكة طرقات مهترئة وفي وضعية تزداد تدهوراً مع تسقط أمطار إضافة إلى غياب كل المرافق الترفيهية جعل السكان في حيرة من أمرهم نحن سكان حيالي صادق برش كيفان رانا في معاناة هنا على جل الطريق رانا منهر خدمونا القودرون لهنا خلونا بلا قودرون حما قاعد داروا لها قودرون حنا ما داروناش لأنهم كانوا هنا كينين بني فوضاوي على جل هم داروا ناج قودرون وبعد كي رحلوا بني فوضاوي وقالونا نجونا خدمو لكم ما جاوش خدمونا هذا المشكل لدينا حصلين في أولادنا دينا أمباسين في الغرقاء والغبار رانا هنا يا كارثة كارثة على الطريق كان ألف وسبعمائة مترة على الطريق اللي راهي نورم الموني تنجز وعندها فيت عشر سنين مليت قدمة الطريق هذي كل سي جوز فيها كل كاميو كل كار كل طنوب قائي جوزوا منها وغرباء على اسمه الحية ما تشتع الحي الحية هذا اللي راه منسي عدد من السنين هو منسي حيت المرافق المرافق الولاني نحنا اللي طالبينو والحي وجماعة الحيقات طالبينو هما تيراد بروكسيميتي لكن دراريا كشوف دراريا الله يبارك عدنا قريب سبعمائة عائلة قاطنا في الحي ما عدنا حتى مرافق عمومي للدراري نحنا من طلبات التعلم للحي هذا كان مرافق انستاد بروكسيميتي علماً علماً أنه كنت دور تشوف بلدية برج الكيفان تحتوي على عدة مرافق وكان حومات اللي عندهم زوج دو سطاد والحومات تعنا ما في حتى سطاد دونك دو بي لونطن احنا نجريو على اللجنة بارك الله وفير بجازية ان شاء الله اجروا وسعاو ورحوا شوفوا البالد دياو وشفنا روحنا حتى الولاية ديليغية عدار بيضاء دونك المشروع اللي كان مسجل لهنا منسي عنده مؤخراً عنده وحده اليومين ولا تلتيام كي حبطوا باش يشوفوا المرافق اللي راي واصلا القاوب اللي هداوين حبوا يسجلوا المرافق اللي هو الوستاد نحنا نتسائل نتسائل منذ عشرات سنين عشرية وعشرية وكشوف له تير الله يبارك حب يقول احنا ما راح ينقسواله وكشوف الله يبارك دلاله ما عنده وشين راح يلوه اضافة الى مشكل الطرقات يقطعوا يومياً التلاميذ اميالاً للوصول الى مراكز التعليم وهو ما اثر على مردودهم الدراسي سيد رئيس الجمهورية اللي راهوا يقول شاكفوا كل مرة راهوا يقول لهم يا جماعة يا مسؤولين خطيكم بالبيقراطية ما تعطلوش على هذه البيقراطية والتعطيل هذه المنشآت اللي نطلبه بهم احنا في الحقيقة منشآت ذات اهمية كبيرة بالصح الانجاز السحوم ساهل نسبق لنا وان قدمنا عدة شكوات لبها انشاء متوسطة او ثانوية وهذا القضية ترجى حتى الـ 2011 وان عينوا المكان عينوا رئيس الورشة شاب شونتي عينوا كل شيء ومن بعد المشروع هذا تحول المنطقة اخرى حنا حالي الابنة انتعنا اراهم يتنقلوا حتى كيان اخرى حطات حتى اكثر من كيلوميت كيلوميت تونس اللي بيروح يقرا في جوه يقرين في السن انتواحهم والمشاكل والمشروع من حتى تارق وانتبعنا وانتبعنا مع الرئيس الدائرة وفي هذا الوقت كان وعدنا لجي انتظر في عين المكان كان هناك شخص يسمى الهدراء مع رئيس الدائرة. حقيقة جاء الله هنا هك. نهار جاء الله هنا هك. قال لك بللي حولو هذك القرين. قال لك ديرو خاطر نظري باديرو مشروع بروموسوني موبيليار. ولو عطلو هذك بروموسوني موبيليار. كيزي نتاس نعم على سوش تعدار البيضاء. لسوش تعدار البيضاء. قال لك بللي. المنطقة حقيقة تكون فيها مشروع التعسيوية. ما مؤخرا هذك بروموسوني موبيليار. لذلك هذا القضية نتاع الموتع والسيطة. غادي غبنوا ولادنا. وحنا حاليا رغم ذريات الصغار رغم يتنقلوا. كيلومتر ونصدوش كيلومترات اللي بيروح يقراه. باكتظاد انتحاد زوجة ثانوية اللي رامكين اللي هناك في جوايا أخرين ما تصوروهاش. نحن لدينا هكران الحي ريشتك الرب فيما يخص القضية تحادل الموتع والسيطة. بعيدا عن مشكل الطرقات والدراسة والتهيئة. يعاني قاطنو هذا الحي من كارثة صحية تستوجب على السلطات المحلية التدخل. وهي وديان ملوثة بفعل ما يلقى بها يوميا من قذورات ومياه صرف ومواد سام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من السكان تحي علي صادقها. علم أن هذا الحي راح محصور بين ثلاث ويدان. واد باكورا واد الحاميس واد رويبا. هذا هو الشيء الذي أثر على المنطقة حيث أن تكثر فيه الحشرات. وتلمية الولاد كامل المواطني راح مرض باللازم بالنموس. والواد هذا تاع رويبا راح مكين قناة تعصر في المياه القادرة. اللي جاي من اللازم اندستريال تاع رويبا. راح يكون الصباح يفرغوه ما تقدرش تريح. ريحة كاريها. تنديد في أوسط سكان حي علي صادق واحد ببرج الكيفان. والذين شددوا وناشدوا المسؤولين. بضرورة تدخلهم لإيجاد حلول عاجلة لحيهم. جاء الله هنا وشافوا المعاناة التي نعاني فيها. نطلب إن شاء الله من ربي ثم السلطات. باش يعاونونا ويكملوا ويخدموننا هذا القدر الذي نحصل فيه وما لقنا حتى حي.